تغطيتنا اليومية الخاصة بفيروس كورونا نقف الآن ضمن هذه الفقرة اليومية للإجابة عن أسئلتكم ينضم إلينا الدكتور محمد النجار الطبيب العام ومستشار الشؤون الصحية في التلفزيون العربي مرحبا بك ننقل لكم بعض هذه الأسئلة التي وصلتنا من المشاهدين الكرام هناك سؤال من برهان شابونة يقول الكل يتحدث عن تعزيز المناعة لمواجهة كورونا هل الليمون والزنجبيل فوائد في هذا الخصوص؟ طبعا الكثير من المواد الطبيعية التي لها فائدة كبيرة في رفع مناعة الجسم ومقاومة الفيروسات والأمراض بشكل عام وعلى رأسها العسل والحبة السوداء والخل والزنجبيل وزيت الزيتون وكل الفواكه والخضار الغنية بفايتامين سي وكذلك فيتامين دي المهم أيضا هو الابتعاد عن اللحوم الحمراء قدر الإمكان والاستغناء عنها في هذه الفترة تخفيف السكر والحلويات في هذه الفترة والاعتماد على المواد الطبيعية قدر الإمكان هذه المواد لها فوائد عالية جدا إذ أن الفيروسات تنحل إلى حد كبير أو جزء من الفيروس ينحل في المواد الحامضية لذلك من المهم إذا كان المريض لديه ألم في البلعوم أن يكثر من السوائل بحيث أنه يبتلع الفيروس ليصل إلى المعدة حيث حوامض المعدة يمكن أن تقضي على الفيروس بدل من أن يدخل إلى جهاز التنفس وهو الهدف الرئيسي لهذا الفيروس ممكن أن يفتك بالنسيج الرئوي ويؤدي إلى الحالة الحادة والحرجة نتيجة وصوله إلى الرئتين وفاء الكردلي سأل أن متى ينتهي الحجر الصحي على المصاب الذي لا تستدعي حالته المبيتة في المستشفى هل مع زوال العوارض أم هناك عدد محدد من الأيام يجب أن يبتعد خلالها عن الناس حقيقة هذا سؤال مهم جدا حيث أن المرضى الذين يشفون من الفيروس ويخرجون من المستشفى يجب أن يستمروا في الابتعاد عن الاتصال المباشر مع الآخرين خاصة الأصحاء وكذلك أفراد العائلة حيث أن الفيروس يمكن أن يبقى في دم المريض وفي جسمه لعدة أسابيع آخر الدراسات تقول أن بعض المرضى بقي الفيروس موجودا في المصل الدموي لمدة 37 يوما أي ما يعادل حوالي 5 أسابيع لذلك يفترض على هؤلاء المرضى بعد خروجهم من المستشفى أن يبقوا بحالة حجر صحي على الأقل لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أحمد مغربي يسأل ابنتي تبلغ من العمر سنتين ونصف وتعاني من السعال المترافق مع البلغم لدينا خوف من عرضها على طبيب في المستشفى خوفا من نقل العدوى لشخص آخر في حال كانت مصابة بفيروس كورونا ما العمل في مثل هذه الحالات؟ الأطفال عموما لديهم مناعة جيدة وكل الأرقام والدراسات تشير إلى أن الأطفال دون سن العاشرة لم يكن هناك أي حالات حادة تستدعي دخول المستشفى في هذه الحالة بالتحديد الطفلة عمرها سنتين ونصف ولديها البلغم البلغم هو دليل على ربما التهاب بكتيري وليس فيروسي حيث أن الفيروس يسبب سعال جاف ولا ينتج البلغم إذ أن البلغم ناتج عن التهاب بكتيري وبالتالي هذا أمر مطمئن ولن يكون هناك إن شاء الله ربما هذه الطفلة تحتاج إلى علاج المضادات الحيوية وبعض الدعم في حال كان هناك صعوبة في التنفس أو انخفاض في مستوى الأكسجين في الدم دكتور محمد النجارة طبيب العام ومستشار رسيم شؤون الصحية في التلفزيون العربي شكرا جزيلا لك